الحوار الشعبي الشعب حوار من الشعب للشعب حوار من المصريين حول العالم مبادرة اطلقها للمصريين كل المصريين دون اقصاء لمصري او دون اقصاء لحزب دون اقصاء لشريحة دون اقصاء لمجتمع مدني او منظمة مدنية مهنية كانت او عمالية الحوار الشعبي الشعبي حوار المصريين كل المصريين مبادرة من المصريين حول العالم إذن حضرتك الآن بإمكانك أنت كمصري طالما تحمل الجنسية المصرية طالما تحمل عشق وحب هذا البلد في قلبك وفي نفسك طالما أنت مهتم بشأن هذه البلاد في حاضرها ومستقبلها أنت مدعو بل أنت شريك في هذا الحوار جميع المصريين شركاء في الحوار الشعبي الشعبي دعوهم في حوارهم دعوهم في حوار السلطة دعوهم في حوار 30 يونيو دعوهم في حواراتهم أي أن كانت أنت لست معنيا الآن بحوار كتب عليه منذ البدء بأنه حوار سلطة أهلا بك بالحوار الشعبي الشعبي ومن الآن وعلى مدار الأيام القادمة العمل يتم على قدم وصاق من المصريين الوطنيين الشخصيات الوطنية حول العالم وبداخل مصر الكل الآن على قلب رجل واحد من أجل أن تشهد الأيام القادمة حوار شعبي شعبي حقيقي كل المصريين مدعوون المشاركة في هذا الحوار بكل ما تملكون صدكم سرطكم كلمتكم كيف يتم المشاركة في هذا الحوار خلونا حضراتكم نشوف كيف تستطيع أنت كمصري في أي مكان في مصر في شمالها جنوبها شرقها غربها أي أن كنت في بحري أو إبلي أي أن كنت في سيناء أو كنت في القناة أنت بإمكانك في كل نجأ وقرية وعزبة وكفر أنت بإمكانك في كل مدينة ومحافظة أن تسجل وأن تعبر برأيك عن بلدك وتقول ما تريد خلونا حضراتكم نشوف إزاي نشارك في الحوار الشعبي الشعبي كيف يمكنك المشاركة في الحوار الشعبي؟ عليك الدخول إلى صفحة الحوار الشعبي مصريون حول العالم على الفيسبوك أو تويتر من خلال المنشور الأول المثبت أعلى الصفحة تجدون هذا الرابط بالضغط عليه يمكنكم وضع مشاركتكم كما يمكنكم تصوير فيديو أو تسجيل رسالة صوتية ورفعها من خلال نفس الرابط الحوار الشعبي هو الحل شارك جاء الحوار الشعبي ليكسر هذه الأسوار العالية المفروضة على حرية الرأي والتعبير جاءت اللحظة التي يجب على كل مصري ومصرية عندهم أزمة أزمتين تلاتة عشرة عندهم مشكلة عندهم رأي في كيف يجب أن تمشي الأمور في جمهورية مصر العربية جاء إليهم الحوار الشعبي عبر مصريين حول العالم مصريين حول العالم بتعمل نشاط مختلف جديد متركز فيه بشكل كبير مش نشاطه خلاص استراتيجية للخلاص وطريق واضح ليعاد تأسيس الشعب المصري كمالك حقيقي لجمهورية مصر العربية حكومة وجيش الملك الحقيقيين بنصوص الدستور المصري لهذه الحكومة والشعب الأمة فوق الحكومة هو الشعب المصري والمالك الحقيقي للقوات المسلحة المصرية بنصوص الدستور المصري هو الشعب المصري إذن المناط هو الشعب المصري مشاركة حضراتكم ستكون لها اهمية كبرى في بناء شكل المستقبل وفي بناء استراتيجيات المعارضة ايضا علشان نعرف مع بعض محتاجين نعمل ايه نفيد بيه بلدنا ومستقبل عيالنا